السلام عليكم ورحمة الله عشنا مع بعض في حلقات سلام في العشر الأوائل من رمضان وتكلمنا عن أبواب السلام لأن احنا قلنا أن رمضان السنة دي هو رمضان السلام وتكلمنا في العشر الأوائل عن السلام في المعاملة مع الله ودخلنا في التلت التاني اللي بنرجو أن احنا ندخل فيه الجنة جنة العلاقات مع الناس وإزاي يكون السلام فيها هو مفتاح جنة العيش مع الناس ومبارح تكلمنا عن سلام من أعز أنواع السلام هو سلام الأنس الله سبحانه وتعالى خلى كل شيء حوالينا محل وكأس نشرف فيه شهد الأنس إيه اللي يخلين الإنسان بقى يشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى في العلاقات سلام مهم جدا جدا في حياتنا لو اختفى السلام ده اللي احنا نتكلم عنه النهاردة بعد ما تكلمنا عن الأنس لو السلام ده مش موجود الأنس مش هيكون موجود مش هيكون موجود أي حاجة في العلاقات العلاقات ممكن كلها تتحلل وتتفكر إيه السلام ده اللي احنا محتاجينه جدا جدا في علاقتنا بالناس سلام مهم جدا اسمه سلام الاتزان لما بنشوف الناس في علاقتهم بنقي إن الود والاحترام اللي عايشين بيه الناس من سنين طويلة والحب اللي في قلوبهم مش بيقل بنبقى مبهورين قوي إن الناس دولهم حفظين على ده وبنسأل يا ترى عملوا إيه عشان يحافظوا على الحب اللي بينهم على مدار السنين الطويلة دي إيه العلاقة المعمرة دي إيه العلاقة العيشة العلاقة القوية دي بيكون أهم سر من أسرار المتانة العلاقة دي وتماسكها هو الاتزان أكتر شيء بيصوني القلوب من كل دواعي الإحساس بالواجع والخزلان والقهر سلام الاتزان كتير بكلمكم أنا وأنتوا عارفين إن المصطلح ده باهتم بيه شوية بكلمكم عن هشاشة العلاقات إن العلاقات بقتهشة في حياتنا دلوقتي اللي سبب من أسبابها الكتيرة إن إحنا مش متزنين بس ده كمان تسبب في شيء أصعب من كده اسمه إيه بقى هشاشة العلاقات عملتنا إيه سيولة في العلاقات بقى عندنا حاجة اسمها سيولة في العلاقات يعني إيه سيولة في العلاقات يعني العلاقة ما يكونش ديها حدود واضحة والعلاقة اللي ما لهاش حدود واضحة دي ممكن تخبط في قلوب الناس وتكسر بالخواطر وتتعب الأطراف الأخرى لإن العلاقة ما حدش عارف الغاية منها ولا عارف المسئوليات بتاعتها ولا عارف هي نهايتها إيه شكل من أشكال السيولة إننا نفقد حدود العلاقة طيب إيه علاقة ده إن السيولة دي لإن ما فيش اتزان عندنا زي ما لهاشاشة تسبب فيها عدم الاتزان السيولة كمان سببها إن ما فيش كمان اتزان لإن إحنا بنتوقعين أشياء كتيرة من الطرف التاني مثلا في السيولة فمثلا الإبن المتوقع من أبوه إن هو يشيل حياته كلها يقوم بحياته كلها ويبزل كل حاجة ومتوقع منه إنه يكون بديل عنه في أي حاجة صعبة فده يخلي العلاقة عمياء أو عوراء فيشوف الإبن نفسه وما يشوفش أبوه أبدا ولما الأب يقوم بكل الأعباء دي عن الأبناء يصبح الأولاد عندهم حالة من حالات الاعتمادية المرة وده عدم اتزان في العلاقة ومع سيولة العلاقات كمان يرتفع سقف التوقعات قوي وخاصة ما بين الزوجين فكل واحد يتوقع من التاني إنه هيكون السبب في تحقيق أماني وساعدته وخلاصه من كل الوجع والحزن بالطريقة اللي هو محتاجها في كل وقت فيبقى كل واحد فيهم بيعتمد نفسيا على الطرف الآخر ومش مدي للطرف الآخر فرصة إنه هو يحصل له النضوج والطرف الآخر بيبقى حاسس بالعب اللي بيوصله لحالة العجز لأنه حاسس إنه مطلوب منه أشياء كتيرة مطلوب منه إنه يبقى هو الأب اللي هي افتقدته هو مطلوب منها إنها تبقى سورة الأم اللي هو عاش في حضنها وحسسته بإنه هو ملك الدنيا وما فيها لكن أمه ماتت وهو عنده 15 سنة وأبوها مات وهي عندها سبع سنين أو انفصل عن والدتها فكل واحد فيهم بيطالب التاني بحاجات هو ما تعلمهاش وما يعرفهاش أشياء كتيرة جدا مش قادر يلبيها بالقدر المرضي فتيجي بعض الزوجات بسبب التوقعات بعد الجواز تقول أنا مصدومة مش ده الراجل اللي أنا كنت حبيته وهو يقول مش دي الست اللي أنا حبيتها وتبدأ تحصل فجوة وجفوة بين الطرفين ويبدأ ميزان الاعتدال في العلاقة يختل وسبب أسباب سؤولة العلاقات كمان وإن هي مفهاش نور للاتزان هي الأبواب المواربة وركزوا شوية في المستلح اللي أنا بقوله لكم ده الأبواب المواربة والأبواب المواربة في رمضان لازم تتقفل بالذات زي ساعات يكون فيه باب موارب بين الأب وابنه مثلا إن الأب عارف إن ابنه فيه حاجات هو مش مقدره وبيهرب منه لإن فيه حاجات بينهم شافه في وضع مش مناسب فيه باب موارب كده والأب مش عايز يواجه ويسيب الباب موارب متصور إن الباب الموارب أفضل من الباب المفتوح اللي هو لو تفتح هيجيب وجع وقلم وضيق فاسيبي الباب موارب الأبواب المواربة كمان منها باب موارب مهم عارفينوا إحنا ده إن تكون فيه علاقة غير مرسومة بين ولد وبين علاقة غير مرسومة بشكل صحيح في منطقة الصداء وهل في الارتباط ولا ما فيش ارتباط وهل العلاقة انتهت ولا ما انتلتش فأكتر حاجة تجيب سم وجراح وخزلان وآلم ووجع الأبواب المواربة دي في الاتزام في العلاقة ما فيهاش التفاتات الالتفاتات دي بتخليك تنحارف عن الطريق إلى الله وتنحارف عن كون إنه هو العون والمدد من الله سبحانه وتعالى وإن هي تخليك قلبك بيخضع لسلطان الهوى الاتزان إذا فقدته بتبقى ما عندكش غير إنك أنت تكون مستجيب وتكون واقع في الحاجة اللي ربنا حذرنا منها أفرأيت من اتخذ إلهه هو هوى والاتزان هو اللي بيخليك قادر تشوف النور فتخرج من ظلام الهوى وخاصة في العلاقات قادر تشوف الرز فيها في العلاقات فتشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه هو ما خلاش العلاقات دي مستهلكة العلاقات دي مهم جداً لاتزان فيها لإن الاتزان فيها هو اللي بينجيك إن العلاقة تبقى مستهلكة ولا العلاقة تبقى مرة ولا العلاقة تبقى تقيلة أو العلاقة تكون بتبعدك عن حضرة مولاك سبحانه وتعالى إيه الأصول اللي ممكن تخليه العلاقة متزنة وتخلي العلاقة في مصطلح مهم أكلمكم عليه اسمها العلاقات المبصرة ترجمة نانسي قنقر